في مكارم الأخلاق الجزء الثاني مفردات الأبيات زجر طيرا أثاره بحصات أوصح به الغي الضلال النحس سوء الطالع الأواصر الروابط الأبيات أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدة فإن يأكلوا لحمي وفرت لخومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدة وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هوغيي هويت لهم رجدة وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والودة أراد أن يقول الشاعر في هذه الأبيات أنه يسرع إلى نصرة أهل قبيلته وأبناء عمومته فإن هم لا يسرعون إليه يأتون إليه بشكل بطيء فهو يسرع إلى نجدتهم وهو لا يستغيبهم أبدا وهنا يشير إلى تضمين من آيات القرآن الكريم يأكلوا لحمي نحن نتذكر أن في القرآن الكريم آية تقول أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا هنا أراد الله تعالى أن يشير إلى أن الغيبة تشابه تماما أكل لحم الميت فهو لا يستغيبهم أبدا وهو يبني مجدهم وعزهم في حين هم يهدمون مجده هم لا يحفظون غيبته هم يريدون غيه وضياعه في البيت التاسع قال وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا قضية زجر الطير بنحس كان من عادة العرب أن يأتوا بطير ويطلقوه يمسكوه ثم يطلقوه عاليا فإن ذهب إلى جهة اليمين فهو سيأتي بخير وإن ذهب إلى جهة اليسار فهو سيأتي بشر طبعا نحن لا نعتقد بقضية التفاؤل والتشاؤم لأن كل شيء من عند الله تعالى ولكن كان بعض العرب يؤمنون بهذه الطريقة فهم إن أرادوا له النحس يسجرون الطير له بالنحس في حال في نفس الوقت كان هو يريد لهم الخير إذا زجر لهم طيرا زجر لهم طيرا يمر بهم بالسعادة طبعا انقطعوا مني الأواصر ضلة الأواصر هي الروابط نحن نعرف أن علينا أن نصل الرحم وصلة الرحم تعني أن لا نقطع أقرباءنا أبدا وأن نزورهم دائما فهو كان دائم الزيارة لهم يصلهم دائما ويهبهم محبته ووده بشكل دائم فكرة الرئيسة في الأبيات السابقة هي المقارنة التي عقدها الشاعر بينه وبين أبناء عمومته أما الأفكار الداعمة فهي إسراع الشاعر إلى نجدة قومه في حين يتباطؤونهم في نصرته الشاعر لا يستغيب قومه أبدا ولا يتحدث عنهم بالباطل يتمنى الشاعر الخير دائما لقومه ويأتيهم بالبشرة الشاعر يتواصل مع قومه نصرة وصونا وخيرا وصلة رحم الغرض من الأبيات كما قلنا في الأبيات السابقة هو الفخر الشاعر يفخر بنفسه جاء في الأبيات ألفاظ متضادة مثل بطاء شدة يهدم بنيت ضيع عفظت غي رشدة نحسن سعد قطع وصلت أيضا يبدو أثر البيئة في حياة الشاعر بيئته القبلية في إنزجر طيرا استخدم الشاعر التضمين من القرآن الكريم في قوله فإن يأكلوا لحمي وفرتوا لحومهم فيما قال الله تعالى أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه شكرا لكم شكرا لكم